تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 674 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 755 طن وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 56 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 628 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 61 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 260 قضية خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات